القانون جديد اللي صدقت عليه إسبانيا واللي عنده علاقة بحماية الحيوانات غادي يجيب خارب الإسبانيا بكل صراحة أكبر مستفيد من هذا القانون هذا غادي يكون هو المغرب بغيت تعرفوا التفاصيل دير هذا الموضوع المهم بزاف هل لكم معي وكمنا معي الفيديو تل الأخير لان شينا نتقسمه يهمنا بزاف كمين كجالية كنعيش هنا في هذا البلد وتعرفوا هذا القانون جديد وتأثير ديره على إسبانيا والشعب الإسباني وما علاقته مع المغرب هاتشي اللي غنوضحه في هذا الفيديو ده إن شاء الله إذا درتي واحد لايك أكون شكرا لك ويلام دور السلام عليكم متحقية طيب الجماعي إنما كنتم مرحبا بكم معهم جديد كتعرفوا أن إسبانيا مأخرا صدقت للقانون الجديد قانون حماية الحيوان وهذا القانون هذا تقسمت معكم في هذا القناة هذه هذا القانون هذا في مجموعة من البنود لحماية الحيوان وطبعا الحال فيه شي قوانين اللي هي صراحة اللي هي صعبة وصعبة بزاف دهك النهارة كنتم معكم على الحيوانات اللي كانت تربى في الدار بحال الكلاب وإلى غير ذلك القيطات ودهك شي كامل ولكن الموضوع مش هنا وحبس وصافي سلينا كان هضروه على الحيوانات بصفة عامة وراه كان هضروه على احتلال الجاج ولا القنية ولا ولا أي حيوان كما بغيكون النوع ديله أشو قاعدة من فهذا القانون هذا اللي صدقت عليه إسبانيا فرضات على أصحاب يعني القرانخات اللي كيربيوا الدجاج اللي كيبيعوا الدجاج بالجملة اللي عندهم ذاك الكوريات الكبار كيبيعوا فيه الدجاج فرضات عليهم أن ذاك العدد ذاك الدجاج اللي كيستعملوا خصوا مينقصوا منه يبيعوا أقل من ذاك العدد باش الدجاج يلقى رحتو ويعيش مزيان في ظروف مزيانة وما يكونش علي ذاك الدغط والدجاج ما يكونش يلقاش شي مشكل متلا في التربية ديله وفي النشأة ديله باش أنك تبيعه يعني هنا كنقوله قلل الإنتاج نقص في الإنتاج وبطبيعة الحال إسبانيا مادام فرضات هاد مسألة هدي على الفلاحين الفلاحين في حد ذاتهم أنه عندهم مشاكل وكيتخبطوا بها التكلفة دي الإنتاج التربية المسائل الترانسبور الأوطنوم والشركة مهم كان بزاف دي المصاريف طبعا الحال مني غادي نقص الإنتاج طبعا حالة الأرباح هدي تنقص واحد درجة كبيرة هاش غادي وقع مني غادي نقص الإنتاج ونقص الأرباح طبعا الحال الثامن غادي يتفع واحد ارتفاع الصاروخي والشهادة ما كنقولوش أنا كيقولوا ناطق راسمي باسم صحاب القرانخات اللي من ناقابال اللي كيتكلم واللي كيوضح هذا الأمر هدا كيقول قادي ها تكون كاوس الجيز كيخرج من ثمه بثلاثة أورو فاصلة خمسة وعشرين لكيلو آرت سمع دابا أشحار غادي ولي الجيز هنا في إسبانيا صاروخي غادي ولي سمعو هدا المقطع المترجم بالإسبانيا معند ناطق باسم الفلاحين القاناديروس اللي كيبيعوا الجيز ونكمل معكم الكلام ديالنا أشحاب نعمل ليكيوكيوه نعمل ليكيوه نعمل ليكيوه نعمل ليكيوه نعمل ليكيوه پسهين قبل أن قض determine بأننا بمال استطاع الأخضاء تنجزي بسهداء بسهمت فيلعهم نعمل تكون اهل نعمل من conforme están los gastos de explotación y los gastos de financiación. Nos lleva a la idea, por parte de Europa, de que esto está orquestado para suministrar la carne de países terceros, como Marruecos, en connivencia con Europa, en connivencia con el Estado español, en connivencia con las grandes superficies que van a ser los grandes beneficiados de esta norma que no entendemos de burócratas en una silla, abocándonos, como digo, a una ruina, rompiendo tanto sueño de tantos jóvenes que una inversión es tremenda. Los gastos de explotación, como ustedes saben, ha subido la luz, ha subido el agua, ha subido el gas y nos siguen pagando lo mismo o menos. Es inasumible. Esto va a llevar a que la carne de pollo se ponga a unos precios desorbitados, estamos entre 3.25 el kilo de pollo, se va a poner a 9-10 euros el kilo de pollo, quién se beneficia de esa subida, porque les digo que los granjeros y avicultores no estamos beneficiándonos de esa subida. Hay poderes fácticos, los cuales sí que se sube esa subida, nosotros no. Le pedimos a la Unión Europea que recapacite y que no lleve a cabo esa norma, sino comprenderemos y entenderemos que lo que quiere es traer pollos de países terceros como Marruecos y eso nos llevará a la ruina y al encarecimiento del pollo. Los españoles no van a poder comer carne de pollo. De manera que la carne de pollo es irpaca de 17 euros el kilo, es decir, hace menos de 10 euros el kilo y con la carne de pollo de pollo de pollo, entonces, eso significa la humanidad de pollo de pollo y con la carne de pollo, que empieza a provocar el kilo de pollo comoっていう no y las ref 소리, que es decir, la accesibilidad del collo de pollo del kilo, que viene una solución de 10 euros el kilo. es decir, una solución de 10 euros el kilo. الاورو. الى ولت عسفر اورو الكيلو. دجاجة في عشر كيلو يعني دجاجة بعشرين ديال الاورو. يعني اتمنى خيالية اللي غتولي هنا في اسبانيا. وطبع بعد الحال ما شا غد يوقع? كيف ما قال هو اكبر المستفيد غادي يكون هو المغرب. طبع بعد الحال غادي يولي طالب على الدجاج ديالبراه ارخص من تمان ديال اسبانيا. ايه الولى الدجاج نبت عسفر اورو الكيلو. هيضطروا انهم يجيبوهم من المغرب ثمان ارخاص باش يحاول يبعو فيه باش يروجو الحركة. المغرب غادي يستفد وغايتستغل الفرصة وغاديلقاها. يعني فرصة مناسبة باش يصدر اكبر نسبة ديال الجاج لاسبانيا. باش يستفد من العائلات ديال المادية المهمة. الدولة في الصادرات ديالها وديك شي كامل غا تستفد غا تضرب العاقة وغا تضرب الفلوس حيها. عاوتيني شو قا في المغرب. المغرب غايتدرو منك التصدير ديال الجاج اللي غايت ديال اسبانيا. طبعا الحال الجاج غادي بقى ينقص عاوتيني في المغرب هاد يرتفع التمن ديلو. يعني املك ينقصوا حد العرض كي ارتفع التمن ديلو. عاوتيني المغارباء في المغرب. غادي يبقاوي يقول لي ويخلصوا اتمية ساروخية الجاج. شوفوا القانون كيف يجدد. القانون الدر في اسبانيا خارج من القارة مع الاتحاد اوروبي. وغادي ضروا السكاني الاسبانية فنفس الوقت غادي ضروا السكن ديال المغرب. قانون شوفين اللي بشمى البلد باش تعرفوا هدا هو هدي العولمة. يعني كاذي هناك تقصنا. انت انت قصت انا معك. يعني نعن ضرحنا الجارية المغربية والجارية الجزائرية والاقي جارية كيف تشعر في اسبانيا. في اسمية ديال الجاج. وغايت ضرحتها المغربة ديال المغرب في اسمية ديال الجاج لانها ديولي تصدير اكتر من من السابق بحكم التكلفة وبحكم الاتمناء اللي غايت ربحها. يعني شوش ما كيشوفش مزيان. معارش شوش ما كيحللش هاد الامور هادي مزيان. معارش فيك كيفاش كيشوفوا النظرة اللي كيحطو باش انهم يصدروا واحد القرار مثلا بحال هذا مثلا. الجاج حياته كامل وكي تربى بالطريقة هادية كل قرانخات ونسبعين شهرين وكل شي غادي امرش. مشيش حاجة جديدة. دباعات خليك حقا الجاج خسيكو مرتاح هادا. يمنفس. يتنفس مزيان. يأكل مزيان. نعس مزيان. حدي زي ما كن ربيو شي بخصنا عنا اوطيل نديرو لبيت ديال كل جاجة وبيت دياله لهم نعرف. هاد القواني هدي لا تصلح ان تخرج للوجود. لان هاد شي دا غادي يتضروا منه الناس بزاف وبزاف. مفهمتين الحاد الساعة هاد شي راها دباع صافي. تم المسادقة عليه ورا معمول به وراها كات فرضو يعني لا لا اسمي الحكومة يعني دبالناس اسمي معراسهم للقاسح. وبطبال حالة شي هادا تأثير ديلور غادي يكون كبير او كبير بزاف. الاسبانيين هاد ساعة شي وقع. فوقاش الاسبانيين غادي يخرجوا اقولوا لا. هاد القانون ما بغيناش شو تحيد. فوقاش الاسبانيين يخرجوا يدهروا يغوتوا يقولوا هاد القانون هدا يضرنا ولا يصلحوا لنا. يجب ان يزال. ما فهمش انا فوقاش الاسبانيين غادي يخرجوا اغوتوا. حتي لا خرجوا وما نخرجوا احنا معهم. احنا كنت سنوهم يخرجوا باش نخرجوا معهم. باش نشركوا يعني في حملة وحدة. او لا في مقاطعة وحدة. او لا في اضراب واحد. باقي ان كانت سنو معرفناش فوقش الاسبانيين يخرجوه. ويقولوا لا لهذا القانون انه يضرنا. صراحة اني شي حاجة دي هي غريبة وغريبة بزر. لو كان يعني في فرنسا مثلا امور بحلقات انشوون الشعب الفرنسي ينفجر للحكومة اذا كانت غلطة في حقه. دبا جيز يعني قريب غادي قدر يولي بتسعود او عسراتي للأورو. وباقي الصمت. منابر اعلامية كتكلم صحفيين اه ناس توعويين اعطاوا الاحسائيات اعطاوا الارقام اعطاوا كل شي. قالوا الشعب الاسباني هاش هاد يوقع لكم. كل شي باقي ساكل. الى متى الله اعلم. اه شي اللي يغريب صراحة انا تقسمت معكم اللي كان الاخوان. قولوا لي شنو بالكم. شنو كينفات شي هذا. كيفاش كيبال لكم هاتش هذا. كيفاش كيبال لكم هذا القانون دي الحماية للحيوانات. قبل من تسالي هاد القانون اللي يدخل حيز التنفيذ لغدة تم تطبيق دياله. واحد سيدة اسبانية. سيدة اسبانية. شورتي اسباني. هي جات الفرماسية حطت الكلب ديالها. ادخلت شري واحد ديو اخر جات. جاء الشورتي اعطاها غرام ممالية دي الخمسمائة ديالالأورو. مباسرة بعد تم يعني باش تفهموا بانا. بس انا ما عندش عالق بعض عنصورية راسيسة اولا. لا. رأى بعد المرات. اذا كان بوليسي خيب رأى خيب. ايه واد ما يقول لها ادخلوا حيز القانون جدير مرة خانا ما تعوديهاش. لا. دغية. الهار اللي تخلقه نحيز التنفيذ تطبيق خمسمائة ديالأورو. يعني دول اللي سلا تقدرش اورو وتلزا اورو. تطبيق خمسمائة ديالأورو. دعا ما سيدي. اه. اشي اللي وقعنا حقيقة ومشي كتف. الفيديو ديك تسالي هنا انتظروا تعليق ديالكم. اشبه لكم فتش اداء. خليم اكوا حد لايك اشتركوا في القديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.